التغيير سنة إلهية سنة ربنا بيخليها للإنسان مش عشان هو مش عايز يريحه أبدا حشاته سبحانه وتعالى لأن الله لطيف كريم خزائنه ملأة سحاق الليلة والنهار ويدو الرحمن ملأة سحاق الليلة والنهار وما ليه ربنا خلى فيه التغيير عشان تتفتح لك أبواب كتيرة باب يخليك تتخلص من الخوف باب يخليك تتخلص من القلق باب يخليك تخلص من الخوف من مجهول وينتهي ظنك السيء في الحياة فلكن هذا الصن السيء في الحياة مش هينتهي لغير لما تفتح إنيك بسنة الله سبحانه وتعالى فتشوف نعم الله محيطة بك في كل وقت وهو ده تم معنى الأساس في التغيير إن التغيير بيفتح إنيك على نعمة ربنا عشان كده احنا عندنا واجب إننا نشوف بعض من كنوز النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى خليها وقال كل باب اتفتح لنا ورا كل باب كمان اتقفل قدامنا فنشوف باب اتفتح تاني ورا نعم ربنا هيفضل بقى سؤال طب اتطمن ازاي بقى تطمن انك تملى قلبك بقوله تعالى أليس الله بك في العبده تطمن انك تكتب على قلبك ولا الاخرة خير لك من الاولى وفي كل نفس من انفاسك تحس ان انفاسك دي كلها غارقة في قولي تعالى الله لطيف بعبادي وتعرف ان كل اللي جاي في حياتك خير وهو خير مما مضى ليه لانه صنع على عين الله والله سبحانه وتعالى غني عن عبادي مش بس غنينا عن عبادي انهم يوصلوا مصلحة وغنينا عن عبادي انه يأذيهم لانه رب فالحمد لله رضينا بالله رب فرضينا بان ربنا يربينا فلو كنت لانك تخرج من منطقة الراحة اللي انت عايش فيها على طول وتفتكر وافتكرت ان الراحة دي هتستمر طول الحياة اخلي بالك الراحة دي ليست في حال بعينه الراحة دي ربنا انه ثرها لك في اشياء كتيرة جدا وازاك لازم تعرف ان الراحة ممكن تجدها حياة كتيرة منها ثلاث حاجات انك تتيقن ان الله سبحانه وتعالى يبدل حالك دائما لتتلزز بانه وحده الذي يصنع حياتك ويصنع حياتك على عين يبقى ايه ربنا سبحانه وتعالى بيغير عليك عشان ماذا تتيقن من ان الحياة دي بيد الله ويصنع عليك سبحانه وتعالى بمنه وفضله على عين ورزاك الله سبحانه وتعالى لا تختلط عليه المسائل ولا يشغله عبد عن عبد فانت الله سبحانه وتعالى يصنع حياتك بعينه يصنع حياتك على عينه يصنع حياتك بيده تمين اللي اكد لك كده ان ربنا بيغير عليك لانه البديع سبحانه وتعالى الحاجة التانية انك تعلم علم اليقين ان ما تخاف منه وما تخوف به نفسك من مخاطر ما الوسيدي لو خلفت وراءك فستجد بابا مفتوحا من وسع الله وستجد نهرا من الصحبة الربانية تغسل قلبك من كل ما خوفك واوحالك اللهم انت الصاحب في السفر فتعرف ان ربنا معك في رحلتك في الحياة حيات تالتة ان سبحانه وتعالى جعل كل خطوة من خطواتك للامام احدها تخلق بابا للاشباح والاوهام اشباح واوهام النفس والاخرى تفتح بابا جديدا للمدد والانس والسند ولذلك احنا محتاجين نتأقن فن عايش التحولات يعني عندما نتحول من البسط الى القبض لما نتحول من السرور الى الحزن ده فن انك ازاي لما يحصل لك ده ازاي تتحول الى ان تعيش على يقين من ان الله سبحانه وتعالى يدبر امرك عشان كده لازم نتقن التعاون مع التغيرات في حياتنا فاتقن العيش اتقن التعاون مع التغيرات بالعيش في التحولات ده فن فن ليه تلات اضلاع